بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في حل المشكلات البرمجة الخطية جبريا في هذا الفيديو هنستخدم طريقة تسمى Big M Method بالحقيقة ال Big M Method بنلجأ لها إذا كان أحد القيود في النموذج الموجود عندي على صورة معادلة زي المثال اللي موجود أمامنا القيد الثاني على صورة معادلة أو أحد القيود على صورة أكبر من أو يساوي هنا لو لاحظنا نجد أن القيد الأول على صورة أقل من أو يساوي إذن تحويله إلى معادلة هيكون بإضافة S1 وده زي المثال السابق بالضبط القيد الثاني 2X2 على صورة معادلة إذن بستخدم ما يسمى متغير وهمي متغير وهمي برمزه بالرمز S2 إذن عند القيد الثاني على صورة معادلة بستخدم متغير وهمي أيضا عند القيد اللي على صورة أكبر من أو يساوي بستخدم متغير وهمي إذن 3X1 زياد 2X2 أولا لتحويلها المعادلة حطرح ناقص S3 ثم أضيف متغير وهمي حيكون S4 أصبح النموذج اللي عندي يحتوي على X1 و X2 و S1 و S2 و S3 و S4 جميعهم أكبر من أو يساوي 0 S4 و S2 متغيرات وهمية هدف من إضافة هذه المتغيرات الوهمية استخدمها في الحل الأولي كمتغيرات أساسية في حالة القيود كلها على صورة أقل من أو يساوي زي ما قلنا قبل كده في المثال السابق اللي قبله المتغيرات اللي بنضفها اللي هي سواء S1 S2 S3 مثلا إذا كان عندي 3 قيود بتكون هي المتغيرات الأساسية في الحل الأولي في الحقيقة لما يكون أحد القيود على صورة معادلة أو على صورة أكبر من أو يساوي بيكون المتغيرات أو هذه المتغيرات لا يمكن استخدامها كمتغيرات أساسية في الحل الأولي لذلك بنستخدم فكرة المتغير الوهمي باستخدامه في الحل الأولي كمتغيرات أساسية نكمل الحل إذن زي ما قلنا ضفنا متغيرات وهمية أولا ضفت S1 في القيد الأول ضفت S2 داش وده متغير وهمي طرحت S3 وضفت أيضا يعني القيد هنا كان على صورة أكبر أو يساوي ضفت S4 داش وده متغير وهمي هذا التغيير أو هذا المتغير الوهمي لابد من إضافته إلى دلة الهدف بمعامل M حيث M ترمز إلى قيمة كبيرة جدا إذن بضيف M S2 داش اللي هو المتغير الوهمي الأول وإذا عندي متغير وهمي تاني زي ما وجود في هذا المثال S4 داش أيضا بضيفه بمعامل M اللي هي قيمة كبيرة جدا الخطوة اللي بعدها حول إلى الصورة القياسية بشكل طبيعي حول الصورة القياسية إن الجميع المجهيل إلى الطرف الأيسر في دلة الهدف أصبحت بهذا الشكل والقيود طبيعي تحولت إلى معادلات بهذا الشكل أصبحت الصورة القياسية للنموذج بهذا الشكل الخطوة اللي بعدها لابد من التخلص من S2 داش و S4 داش في دلة الهدف وده بيكون بالتعويض عنهم من هذه المعادلة أقدر أعود عن S2 داش تساوي 12 ناقص 2X2 وهنا أيضا أقدر أعود عن S4 داش تساوي 18 ناقص 3X1 ناقص 2X2 زائد S3 ناقص 3X2 ناقص 3X2 عن S2 داش و S4 داش في دلة الهدف بهذا الشكل طبعا أقدر أبسط هذه المعادلة معادلة دلة الهدف إلى هذه الصورة والطرف الأيمن طبعا لأن M هي قيمة فبالتالي الطرف الأيمن ليس متغير فبيظل بالطرف الأيمن جميع المجهيل أو المتغيرات أصبحت بالطرف الأيسر